الرحمن الرحيم بسم الله نستعين ومنه دائما نطلب التوفيق والسدادة والنجاح انطلق آخر أشواطنا لهذا الصباح ختامها ميسك نتمنى الفوز لجميع المشاركين وصلنا تنبيه من اللجنة المنظمة على الفائزين بالأشواط الرئيسية التوجه إلى المقصورة الرئيسية لاسترام الرموز على الفائزين بالأشواط الرئيسية التوجه للمقصورة الرئيسية لاسترام الرموز والتتويق ننطلق الآن في شوطنا الآخر في شوطنا الآخر الشوط السادس عشر لهذا السن سن اللقاية هنا الصدارة هنا المقدمة هنا المركز الأول تتقدم هنا غبة لصالح بن أحمد بنهوامل العامري على ما يبدو غبة على الصدارة على المركز الأول المركز الثاني هناك الضبي الضبي على المركز الثاني فيصل بن علي بن طالب المري على المركز الثاني على الوصافة المركز الثالث هنا التقدم من جانب هنا أيضا القدوم ما شاء الله برزمان يا برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يريد ضعفة الهاترك هذا الصباح وعلى المركز الرابع هنا التقدم من جانب حملة رقم 140 الشاهنية لحمد بن سليمان بن سالم المالكي على المركز الرابع والمركز الخامس القدوم من جانب الشاهنية ومحمد بن راشد بن سالم الغيلاني والمركز السادس هناك أيضا القدوم من شعلا علي بن سعود بن محمد الغلي ولمركز السابع أين قدوم وتراجع تراجع الضبيل للمركز السابع هنا مع فيصل بن علي بن طالب المري على المركز السابع والمركز الثامن هنا التدخل والقدوم من جانب شواهين جاسم بن محمد بن سالم الحبسي والمركز العاشر هناك دخول من جانب شواهين أيضا أحمد بن حمد بن شتيط الفارسي لأن تتقدم إلى المركز الثالث أعود إلى الصدارة أعود إلى التغييرات التغييرات التي طارت وجرت على الصدارة برز ما غيرت موازين هذا الشوط وانتقلت إلى الصدارة إلى المقدمة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي على صدارة هذا الشوط على دفة قيادة هذا الشوط هنا على المركز الأول المركز الثاني هناك أيضا شعله شواهين يا أحمد بن حمد بن شتيط الفارسي والمركز الثالث تتقدم شعله علي بن سعود بن محمد الغفلي والمركز الرابع هناك على المركز الرابع غبه يا غبه صالح بن أحمد بن حويمل العامري قادم لانتزاع نقطة هذا الشوط والمركز الخامس هنا تقدم من جانب الشاهنية أحمد بن سليمان بن سالم المالكي أكتفي بهذا النداء للخمسة المراكز الأولى وأنتظر أسماء منها ما سطرها التاريخ وكتبت بأحرف من ذهب أسماء لم يحماع دخولها ننتظرها في الأمتال الأخيرة أعود للصدارة أعود للثلاثة المميز هنا على المقدمة على الصدارة على المركز الأول من تتقدم الآن؟ تتقدم شوهين أحمد بن حمد بن شطيط الفارسي على المقدمة على المركز الأول المركز الثاني تقدم شعل علي بن سعود بن محمد الغفيلي الآن على المركز الثاني المركز الثالث برزمان برزمان تراجعت إلى المركز الثالث حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ممثل السلطنة الدائم قادم بقوة وهناك على المركز الرابع تتقدم غبة صالح بن أحمد بن أهويب من العامري روح يا ابن هوي من روح المركز الخامس من الجانب الاخر اول نداء اول نداء لوليف اسلوب الصغير الوهيبي الان تتقدم من مركز الى مركز اخر انتظر شعارات لم يحماوا الدخولها شعار الغيلاني قادم وايضا شعارك بسلمان احمد بسلمان بن سالم المالكي قادم القادمون اذهب بكم الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الول اوه لا زالت شعلا 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 قواتها على الصدارة شعلا قواتها على المقدمة ولكن التقدم من الجانب الاخر وليفة يا وليفة وليفة الفوز وليفة الناموس هنا أيضا تتقدم ولاية على الصدارة ولاية على المقدمة سلوم بالصغير الهيبي على المركز الأول على الصدارة عينها على الفوز عينها على الانتصار المركز الثاني شعل شعل على المركز الثاني علي بن سعود بن محمد الغفالي على المركز الثاني والمركز الثالث أتراجع إلى المركز الثالث هناك القدوم التقدم أيضا على المركز الثالث سيلون جارف سيلون جارف قادم الله الله هنا أيضا على المركز الثالث غبه يا غبه غبه قادم صالح بن أحمد بن أهوامل العامري أعود للثنائي المميز اللي يرقص ترب على الصدارة شعلة وولاية لمن الفوز لمن الانتصار أمتار التكتيك أمتار المضمرين مع من سيكون الفوز مع من سيكون الانتصار 1200 حرك اللي بيحرك حرك يا رعي شعلة حرك يا رعي ولاية حرك لحديدة شوي حرك حرك لحديدة روح يا رعي شعلة روح مع المركز الأول مع الصدارة أشعلتهم الله 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 علي بن سعود بن محمد الغفلي فالك الناموس إن شاء الله أنت ورائي ولايف والمتسابقين أيضا ولايف على المركز الثاني أو ولاية ولاية على المركز الثاني سلومب الصغير الوهيبي شعلة على الصدارة ولاية مشعلة شعلة ولاية معمل الفوز معمن الصار ولاية يا ولاية ولاية من هنا من ميدان البشائر السلام نرسله لك يا رعي ولاية إن لم يكن كلام آخر مع شعلة قادمة ولاية راحت مع الفوز راحت مع الانتصار ولاية يا ولاية أشكرك سلوم يا بصغير يا الوهيبي روح مع الفوز روح مع الانتصار روح مع المقدمة ولاية أسلوم بصغير الوهيبي على المقدمة على الصدارة يوم ركض الهين زان وطاب جو وابتدت تفرق سلالة عن سلالة داخل البشائر برق الناب بان نو يوم حاسم وابتدى شوط الجزال يا حلات الشوط يا حلات الشوط يوم اشتب ضو وشبها شبها راي ولا يشبها يبهر الجمهور ويزيد انفعالة بانت اللي علم دا فيها رهو مثل طير الزاجل ويحمل رسالة بكرتن فيها على الشدات قوة سيرها سير البهد نحو الغزالة وسارت ولاية نحو الفوز نحو الانتصار نحو ايضا خط النهاية هنا يقف احتراما واقلالا وصول ولاية الى خط النهاية اسلوب الصغير الوهيبي هنا مع الفوز مع الانتصار المركز الثاني هناك اتت على المركز الثاني ما قصرت اتت شعلا علي سعود بن محمد الغبيلي المركز الثالث اتت فيه قبة صالح بن احمد بن هويمل العامري هني رعي ولاية سلوب الصغير الوهيبي على هذا الهوزي والانتصار مرحبا ثم مرحبا يا مرحبا بعض ضيوف اللي يردون النبا من وصل يلقى بواجه ما يباع قبل يبدأ الشاط وانفك الستار ارحبوا في دار قابوس الكرام دار مننا راح على رأس الهرام عدم يطفون حجاج الحرام راحبت دار صلاطنا الحرام الخناجر وسيوف محنيات بالذهب فوق الموتر زاهيات والوفود الطالية النموسي جاءت في ديار المنبع السبق ديار البشاير هل تبدار السعاد وينني بالمركز الأول وعاد للبشاير ساكل هجنة ما قاعد عندها اللي خفها يقدح شراء إذن تابعنا وإياكم ختام أشواطنا لهذا اليوم الشوط السادس عشر والذي أيضا خصص للقاية أبكار ورصدت له جائزة نقدية حيث جاءت في الختام ولاية لمالكها سلوم بن الصغير الوهيبي إذن نبارك سلوم بن الصغير الوهيبي التي قطعت ولاية فيه في توقيت زمني سبع دقائق خمس وخمسين ثانية وثمانت عشر جزء من الثانية بينما حلت شعله في المركز الثاني لمالكها علي بن سعود علي بن سعود بن محمد الأغفلي والتي قطعت المسافة في ثمان دقائق واربع ثواني وثنين وثمانين جزء من الثانية حلت في المركز الثالث غبة لمالكها صالح بن أحمد بن هويم العامري من دولة الإمارات الشقيقة قطعت المسافة في ثمان دقائق سبع ثواني ستة وسبعين جزء من الثانية إذن نعود ونهني ونبارك مالك ولاية سلوم بن الصغير الوهيبي على حصوله على شوط الختام أرحب في دار قابوس الكرام ترجمة نانسي قنقر